اشتركوا في القناة وانا ما بعده البرق بيأثر على التصرع وكمان كنت قارية ان البرق يتكون عن طريق ان السحابة بيكون فيها في النصف شحنات موجبة وثالث فالشحنات دي بيبدأ انها تنجزل لبعض لما بتنجزل لبعض بيحصل تفليل كهراء لما بيحصل التفليل بيطلع شرارة كبيرة جدا اللي هي البرق زي بالزبط لما يكون فيه ادنين مختلفين في القراء فبيبدأ لهم لكل واحد يبضل يقول رأيه وانا لا اصحه ومتعرفيه وكده ثم يبدأ إدرأه او بعد ويرتع شرارة ما بينه طائ… ليه؟ احنا بنشوف البرق الاول وبعدين بنسمع الرو عشان سرعة الدوق اصرع من سرعة اسوء فبالتاني احنا بنشوف البرق الاول وبعدين بنسمع الرو وبعدين بنسمع الرو طائل..ichنا صغيرين كنا بنخايف من الرو عندما نخاف من البرق طائل.. عشان البرق اصلا لديه أضرار سلبية كتير جداً الأضرار دي بيكون عن طريق النهاية بيحصل حرايق ريئة بيجي لحظة في كاليفورنيا انها الصارغ عملت حريق 840 طيب ازاي نحمي الحرايق من الراع عن طريق نحن بنجيب قطيب حديد بموصل للأرض القطيب ده لما بيبدأ ان البرق ينزل عليه بيأخذو بموصله لحد بيحصل تفريق فبالتالي البرق اصلاً مش هيأثر في المبنى وكمان بيأثر على الصوارغ عن طريق حب تاني اول حاجة للمبشرة عن طريق الاسداء ثاني حاجة عن طريق البرق اول موصل البرق ينزل عليه بيبدأ ان البرق يتكسر طيب وكمان بيأثر على الصوارغ قبل كده كان في صاروخ بيتحكموا عنه عن طريق الامر الصناع ازاي بيتحكموا عنه؟ ازاي البرق اصر على الامر الصناعي فالصالوخ انطلق مش في معينه طيب احنا اكيد البرق ده له مويزات زي مليع يوط البرق ده مويزات زي مليع يوط فالحادث البعث بصراحة العلماء دي السح ما وصلوش لحاجة قوي بس هم في المستقبل توصلوا ان هم ممكن ينوروا العالم كله عن طريق البرق وهنا نبتزي ان احنا نوكر في نور ونور مش تقطع عندنا داني فبالتالي احنا هيكون عندنا الدانية كلها فيها نور فانا هروحي كل بقى في الدورة حتى ما اكتشف دهر البرق شكرا